ثانوية عامة من قطاع غزة حرمهم لاحتلال من التقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام مع استمرار جرائمه وعدوانه الغاشم على قطاع غزة ليحرمهم بذلك من حقهم الطبعي في التعليم ويسلب فرحتهم بجني ثمار تعبهم خلال السنوات الماضية بسبب عدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل لم يتمكن تسعة وثلاثين ألف طالب ثانوية عامة من ممارسة حقهم في التعليم بعد أن صادر الاحتلال حق عشرة آلاف من طلبة المدارس والجامعات في الحياة منهم أربعمائة وخمسين من طلبة الثانوية العامة على وعلى استشهاد أكثر من أربعمائة معلم ومئة من علمائنا كوادر الجامعات في ظل وجود خمس وخمسين معتقلا من طلبة الثانوية العامة وترافق ذلك مع تدمير ميتين وتسعين مبنى من أصل ثلاثمائة سبع مباني مدرسي وواحد وثلاثون مبنى من المباني التي تطبع لجامعاتنا في قطاع غزة مظاهر الفرح والاحتفال بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة لم تكن حضرة هذا العامة كما السنوات الفائتة في ظل تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة حيث امتزجت مشاعر الفخر بالإنجاز بمشاعر الحزن والأسى والحسرة على ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة من حرمان ونزوح وفقد وجوع بفعل حرب الإبادات التي يمارسها الاحتلال بحقهم هذا العام لا نسبة عامة للنجاح فالأعداد لم تكتمل فالأعداد لم تكتمل علما أنه تقدم الامتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية خمسون ألفا ومئة طالب منهم ألف وخمسمائة ست وثلاثين طالبا في تسعة وعشرين دول خارج الوطن ومنهم ألف وثلاثمائة وعشرين طالبا ممن غادروا قطاع غزة هذا ويأتي إعلان النتائج الثانوية العامة هذا العام وسط تواصل اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ليس فقط في غزة بل في مختلف محافظات الوطن الأمر الذي أعاق سير العملية التعليمية أكثر من مرة لكن على الرغم من ذلك بقي الإصرار والتحدي نصبعي للمعلمين والطلبة حنين الحلو تلفزون فلسطين